أهلا بكم من جديد أكد وزير الخارجات البريطانية ديفيد كاميرون أن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأكيدا ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين للشعب الفلسطيني أوضح كاميرون أن لندن تنظر مع حلفائها بمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة وأنا سنجل مستعدة أحضرها بالدولة الفلاسطينية حتى نحن مستعدة لحل الدولة الفلاسطينية وهذا ما حقاً في العام المتحدة وإنحن نفعل دولة الفلاسطينية